احنا يعني بنشوف تلفزيونات ونشوف السيد رئيس الجمهورية في التوشكة وفي العوينات العوينات دي فين؟ على حدود مصر ما بين السودان وتشاد السيد رئيس الدولة بيعمل ايه هناك؟ راح هناك الصبح بالطيارة رجع ساب لك 250 الف فدان 250 الف فدان يتحطوا في رصيدك عاف لما حد يحط لك 250 الف جنيه في رصيدك في البنك تفرح بيحط 250 الف فدان في رصيد البلد دي وفي رصيد الأجيال دي وفي رصيد الحماية ما يسمى بالأمن الغذائي اسمه أمن غذائي ما اسمه مش أكل وشرب العالم والأمم المتحدة بسميه أمن غذائي زيه زي الأمن القومي زي الأمن الشخصي أنا هستأذر حياتك في حاجة كده عايزة عرفها من سيادتك زمان وانا صغير على رأي الأغنية كده في التمانينات كنت دايما نعض أقرى كده تصريحات ومش عارف ايه مشروع المليون فدان ماشي هو بحصلش بس مش دي قصة قصة إنه أنا كان عندي رقعة زراعية تماة بتتآكل وكان معدل زيادة الرقعة الزراعية زمعتك دخلت كده قليل جدا 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 وبالتوازي أنا عندي زيادة سكانية بتزيد أكبر بكتير من قدرتي أنا زاك على زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي إنتاج المحاصيل هو أنا كنت كام وبقيت كام أولى حضرتك حاجة من فترة مش كتيرة جدا نتكلم على الأربعينات مثلا أو سنة الكرن الماضي كان تقريبا معدل الفرد نصيبه من الأرض الزراعية داخل على فدان بنزل أقل من فدان بس فدان أنا دلوقتي اتنين إراض معدل الزيادة السكانية زادت في خلال المئة سنة خمسمائة ضعف معدل الزيادة في الأراضي الزراعية زادت خمسين في المئة يعني زادت بمقدار خمسين في المئة كانوا هما ستة مليون فدان وصلوا تقريبا لثمانية مليون فدان أو سبعة ونصف مليون فدان زادوا خمسين في المئة دي خمسمائة في المئة ودي خمسين في المئة أهيان كان ده جزء من تركيبة هذا البلد إن في زيادة في السكان البلد مش تقف مكتوفة إن في طلب كبير جدا على السلعة الزراعية على السلعة الغذائية بسبب هذا السوق الضخم من الاستهلاك فبدأت إنها تعمل إنها يكون عندها هذه الجرأة اللي بقول الحرك عليها دي جرأة لو لا هذه الجرأة كان عندنا مشكلة كبيرة جدا لو كنا نمشي بالسلحفات زي ما كنا بنمشي زمان وما كانش ينفع السلحفات كامل لغاية آخر المدار كان لازم كانها توقف كان لازم لقدر الله البلد دي هتوقف لأن ما كانتش هتستحمل أنا في 2014 كان عندي قد إيه تقريبا رقعة زراعية 8.4 من 10 أو 8.5 مليون فدان أنا دلوقتي داخل على 10 مليون فدان هناك عالة مليون ونصف فدان في ظل إن بالمناسبة بسبب الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية الدول كبيرة جدا بتفقد ملايين الهكتارات سنويا بسبب كل هذه الأزمات يمكن أنت الدولة الوحيدة المحطوطة كده في خارجة العالم إنك بتضيف رقعة زراعية الدول بتفقد ملايين وإنت بتضيف رقعة زراعية